بسم الله الرحمن الرحيم المؤتمر الصحفي حول إطلاق عام التنمية المستدامة بالجامعة الإسلامية بغزة اعتمدت الجامعة الإسلامية منذ نشأتها أن تكون منارة علمية رائدة للمعرفة والثقافة وخدمة الإنسانية لإحداث مهضة مجتمعية شاملة بفلسطين وهذه الرؤية مرتبطة ارتباطا وثيقا في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة في المجتمع الفلسطيني والمجتمع الدولي وقد ترجم المجتمع الدولي اهتمامه بتحقيق التنمية المستدامة عام 2015 بإطلاق خطة 2030 والتي عملت على تناول كل القضايا التي تمس الحياة على كوكب الأرض ووضع هذه القضايا على شكل أهداف عددها 17 هدفا متكاملة والتي تعرف أيضا باسم الأهداف العالمية باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030 مع التركيز على أن التنمية يجب أن توازن بين ثلاثة محاور أساسية هي أولا النمو الاقتصادي ثانيا التقدم الاجتماعي ثالثا حفظ وحماية البيئة سوف نتحدث عن إنجازات الجامعة الإسلامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها الأمم المتحدة إن للجامعة الإسلامية مساهمات كبيرة في تحقيق مختلف أهداف التنمية المستدامة عبر اعتمادها لمعايير التنمية المستدامة في عملياتها التشغيلية وبرامجها الأكاديمية ونتاجها البحثي وأنشطتها الموجهة لخدمة المجتمع وأخص بالذكر هنا الهدف الثالث الذي ينص على تعزيز الصحة الجيدة والرفاه للجميع حيث تعمل الجامعة ببرامجها الصحية المختلفة عبر كليات الطب والتمريض والعلوم الصحية على رفض المجتمع الفلسطيني بالكوادر الطبية المؤهلة والمدربة كما تعمل على نشر الثقافة وإنجاز البحوث العلمية الرصينة وتقديم برامج الدبلوم المهني التخصصي في ذات السياق وقد أثبتت جائحة كورونا أهمية دور الجامعات في تعزيز صمود المجتمع في مواجهة مختلف التحديات وخاصة الصحية منها وأما عن مساهمات الجامعة في الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الذي ينص على ضمان تعليم جيد شامل ومنصف وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع هذا هو الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها الأمم المتحدة فقد عملت الجامعة الإسلامية عبر برامجها المختلفة والكليات المختلفة لإعداد معلمين وتأهيلهم علاوة على اعتماد الجامعة في تصميم مبانيها وبرامجها لدمج الأشخاص ذو الإعاقة إيماناً بحق الجميع للوصول للتعليم الجيد وفي ذات السياق فإن الجامعة تعمل سنوياً لخدمة الطلبة وتوفير التمويل المالي لدعم الطلبة المحتاجين خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها مجتمعنا الفلسطيني وعلى صعيد الهدف الخامس الذي ينص على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات فإن الجامعة الإسلامية تفخر بأنها المؤسسة الأولى في قطاع غزة التي مكنت المرأة من التعليم فإنها تول اهتماماً خاصاً في تعزيز المرأة التي يظهر جلياً في نسبة التحاق الطالبات في الجامعة والتي تصل إلى 60% من عدد الطلاب الإجمالي كما تعمل الجامعة جاهدة لتعزيز مفاهيم حقوق المرأة في المجتمع عبر المساقات الأكاديمية المختلفة وتعمل الجامعة على تقديم فرص التوظيف للنساء حسب قوانين العمل الفلسطيني بما يضمن التعامل على نفس سلم الرواتب وإجازات الأمومة ومختلف الحيثيات التي تنصف المرأة كما تولي الجامعة اهتماماً بالغاً بالحفاظ على البيئة البيئة الجميلة الجامعية والتي يعالجها كل من الهدفين السادس والسابع من أهداف التنمية المستدامة عبر استحداث برامج تركز على آليات الحفاظ على البيئة وإدارة مكوناتها حيث ترتكز البرامج الأكاديمية في البكالوريس والماجستير والدكتورا في كليتي الهندسة والعلوم على مواضيع متعلقة بالطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الأمواج وإدارة مصادر المياه وغيرها من المواضيع ذات العلاقة كما تركز الجامعة في عملياتها التشغيلية على استخدام البدائل المراعية للبيئة فالجامعة الإسلامية استطاعت أن تعتمد في عملياتها التشغيلية على الطاقة الشمسية التي ترونها أعلى المباني وتطمح الجامعة للوصول إلى ما نسبته سبعين بالمئة من إجمال استهلاكها للطاقة من الطاقة النظيفة الطاقة الشمسية كما أن الجامعة لم تغفل عن أهمية الحفاظ على الهوية الفلسطينية عبر المساهمة في تحقيق الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة والذي يعني بجعل المدن والمستوطنات الإنسانية شاملة آمنة ومارنة ومستدامة عبر اهتمامها في حفظ التراث المعماري الفلسطيني والشفوي والمساهمة في ترميم المباني الأثرية وتشغيلها عبر مركز إيوان الهندسي إضافة إلى تقديم المساهمات المجتمعية في المجال والجدير بالذكر أن الشراكات الأكاديمية المحلية والإقليمية والدولية كانت دوما وسيلة لتفعيل دور الجامعة وطرق مناطق تنموية جديدة عبر نقل الخبرات والمعرفة وتعزيز التبادل الثقافي لتناول قضايا مجتمعية عالمية من منظور فلسطيني وإبراز دور الجامعة كشريك أساسي للمؤسسات حول العالم لتحقيق التنمية وتعزيز الهوية والوجود الفلسطيني بالرغم من ظروف الحصار كشريك أساسي للمؤسسات حول العالم لتحقيق التنمية وتعزيز الرواية والهوية الفلسطينية بالرغم من كل الظروف التي تحيط بنا وهذا من خلال شراكاتنا مع المؤسسات والجامعات في أنحاء العالم واليوم الجامعة الإسلامية تفخر وتحتفل بشراكات مع أكثر من 350 مؤسسة 350 مؤسس التعليم عالي وبحث علمي ومؤسسات مجتمعية نتواصل معها في أكثر من 150 مشروعاً لتعزيز القدرات الأكاديمية والبحثية وإجراء البحوث المشتركة وبرامج خدمة المجتمع وبهذا الإنجاز تلتقي الجامعة مع الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة الذي يركز على أهمية عقد الشراكات المحلية والإقليمية والدولية كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة وفي نظر مستقبلية وإيماناً من الجامعة الإسلامية بقيمة وأهمية دور الجامعة في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر جميع أنشطتها وعملياتها ولضمان الالتزام بتطبيق هذه الأهداف فقد اعتمدت الخطة الاستراتيجية للفترة من 20-24 وقد أطلقنا صفحة تعنى بالتنمية المستدامة في الجامعة وحالياً في إطار تنفيذ سلسلة من الأنشطة التوعوية في داخل الحرم الجامعي وعلى صفحة الجامعة ووسائل التواصل الاجتماعي وهذا وسيتم مراقبة تنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية عبر الأنشطة والتقارير الدورية والكليات والعمدات المختلفة وتطمح الجامعة في نهاية هذا العام أن يكون لها مساهمات ملموسة في كافة الأهداف السبعة عشر للاستدامة وإصدار تقارير الاستدامة الخاصة بكل هدف ومن هذا المنبر أدعو جميع الطلبة والمدرسين والعاملين بالجامعة بوضع رؤية التنمية المستدامة مصبع عينهم من خلال تنفيذ الأنشطة في إطار تنموي شامل حسب الخطط التنفيذية لكل دائرة ولكل كليا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكراً لكم هذا كتاب التنمية المستدامة دليل التنمية المستدامة الذي وزع داخل الجامعة إلى العمادات المختلفة من خلال عمادة الجودة والتطوير والتخطيط نسأل الله عز وجل أن يكون في ميزان حسناتهم ونشكر عمادة التخطيط لهذا الجهد الذي قامت به اشتركوا في القناة